هذا وتشهد الحدود العراقية السورية منذ الأسبوع الماضي وصول تعزيزات عسكرية كبيرة فيما تستعد فرقة التدخل السريع للتحرك نحو الشريط الحدودي وقال مصدر عسكري أن عملية مرتقبة ستنفذها القوات العراقية المشتركة بدعم من التحالف الدولي لتطهير الحدود العراقية السورية والقرى المتاخمة للحدود في العمق السوري والتي تتخذها فلول داعش الإرهابي ملاذا لها مشيرا إلى أن العملية ستشارك فيها أيضا قوات النخبة وفرقة من الجيش العراقي ولواء مدرع من الفرقة التاسعة فيما تعزز قوات الحج الشعبي من وجودها في المنطقة